تعالوا نروح على طول يا حضرات للصحافة الرياضية وحنروح تحديدا على مقر جريدة البوابة نيوز موجودة هناك حاليا زميلتنا العزيزة مريم سميح عشان تحكي لنا وتقول لنا عن أهم المنشتات اللي موجودة فيه كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة واللي أكيد لن تخلوا من خبر على الأقل لواحد متعلق بين جميلنا محمد صلاح مريم صباح الفل عليك تفضلي احنا سمعينك بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند بصبح على كل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز وطبعا يا كريم يعني هيكون معنا خبر مهم جدا عن نجبنا نجم المنتخب المصري ونادي ليفر بول محمد صلاح ولكن هو هيكون العنوان التاني معنا ولكن طبعا فيه المقام الأول لازم نتكلم عن الأهلي ومواصلة تدريباته الجمعية والعنوان الأول من بوابة فيتو الأهلي واصل تدريباته الجمعية استعدادا لمباراة سموحة طبعا النهاردة بيواصل الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي طبعا يعني تمريناته استعدادا لمباراة سموحة وده طبعا بعد الفوز على نادي بيرمز في المباراة التي أقيمت أمس الأحد طبعا على ملعب استاد القاهرة ما بين الأهلي وبرمز وطبعا خلصت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي وده طبعا في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر للموسم القديم والنهاردة تجمع الفريق هيكون في تمام الساعة الرابعة عصرا وهيبدأ الميران في تمام الساعة الخامسة مساء ده طبعا استعدادا لمباراة نادي سموحة اللي هتقام بعد غدل أربعاء على ساد الإسكندرية ده طبعا في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز وطبعا نريد أن نتكلم شوي عن فكرة مشوار نادي الأهلي وبرمز تحديدا في كأس مصر الحقيقة أنه كان ده الانتصار الأول لفريق نادي الأهلي على بيرمز في هذه ألة المسابقة إنما التقى طبعا الفريقين 14 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد طبعا لا نادي بيرمز منهم 11 مرة بالدوري الممتاز و3 مرات بكأس مصر وحق فريق الأهلي الفوز في 6 مباريات وبيرمز حق الفوز في 4 مباريات وتعادلوا وأحرز لعيبه الأهلي 16 هدف في شباك بيرمز بينما سجل لعيبه بيرمز ثمن أهداف في شباك الأهلي بخصوص طبعا نجمنا نجم المنتخب المصري ونادي ليفر بول محمد صلاح عنوانا التاني النهاردة يعني يمكن بيتكلم عن فكرة انتقال محمد صلاح أو رحيله عن نادي ليفر بول والحقيقة أننا احنا تكلمنا مرارا وتكرارا في عدة تقارير صحفية كانت صادرة عن عدد كبير جدا من طبعا العنوين العالمية والمحلية كمان كانت بتتكلم عن فكرة استمرار محمد صلاح عن عدمه مع نادي ليفر بول والحقيقة أن العنوان النهاردة معنا من مرر ليفر بول يتمسك بقراره تجاه محمد صلاح وتكهنات تتزايد حول وجهته المقبلة كشف تقرير صحفي بريطانيا عن آخر مستجدات بشأن الموقف المصري أو بشأن الموقف المستجد حول المصري محمد صلاح مع نادي ليفر بول مع تجديد عقده خاصة أننا طبعا عارفين أن عقد محمد صلاح مع نادي ليفر بول هينتهي في نهاية عشرين تلاتة وعشرين يعني الحقيقة أنه هو فضله حوالي 12 شهر مع النادي الإنجليزي ده طبعا يعني يمكن فكرة النرات خلاص ما بقاش عندها رغبة في تجديد العقد مع محمد صلاح وده مش بأي سبب أو لأي سبب آخر غير أنه هم مش قادرين يحققوا رغبات محمد صلاح طبعا في فكرة الطلبات اللي هو كان طلبها في الفترة السبقة لأنه هو كان طلب طبعا رفع أجره عن الأجر الحالي وأكيد طبعا ذكرت صحيفة ميرر أن مطالب محمد صلاح لا تزال من غير المرجح أنه حقق نادي ليفر بول وأنه هو من الاحتمال كبير جدا أنه هو يتخلى عن محمد صلاح يعني تكرارا مع اللي حصل مع ساد يوماني خلال الفترة الماضية ولا يزال زي ما احنا قلنا أمام محمد صلاح عام واحد فقط مع نادي ليفر بول ولكن يبدو يمكن أن الأسطورة طبعا محمد صلاح هينتقل أو هيرحل عن صفوف نادي ليفر بول والحقيقة أنه مش هيكون خلال هذا العام ولكن مرجح أنه هو لن يتم تجديد العقد ولكن الحقيقة أن صلاح طبعا مكمل مع الردز هذا الموسم وشددت صحيفة طبعا أن سيكون عمل مشكوك فيه لأي نادي أنه هو سيتخلى عن هذا القدر من المال لضم صلاح بغض النظر عن موهبته لأنه لن يكون متاح مقابل لا شيء في نفس الفترة من العام المقبل والحقيقة أنه هم ذكروا كمان أن الحقيقة أنه ممكن الصفقة تكون مجانية من نادي ليفر بول طبعا لا يتخلي عن النجمة محمد صلاح ده طبعا فيما يتعلق بالمكان اللي بيرغب الانتقال ليه محمد صلاح وطبعا يعني ذكرت صحيفة مرر بسؤال محمد صلاح في صحيفة ماركا الإسبانية سألوه قبل كده أنه هو يعني هل بإمكانه رؤية نفسه في يوم من الأيام بيلعب فيه الدوري الإسباني بعد أن لعب في الدوري الإيطالي والإنجليزي الحقيقة أنه إجاب حرفيا أمل أن أكون قدرا على اللعب لسنوات عديدة أخرى لما لا لا يعرف المرء ما سيحدث فيه المستقبل لذلك نعم ربما سألعب يوما ما في إسبانيا ومن الشرق الأوسط الدوري السعودي يوم الحسم والذهب والوداع والدموع تقف جماهير الكرة السعودية اليوم أمام مشهد استثنائي للدوري الأغل العربية يتنافس فيه طبعا قطبان من أقطابه الهلال والاتحاد على اللقب بينما يتهدد الهبوط إلى دوري الأولى سبعة آخرين بينهم عملاقان من عملاقة الكرة السعودية الأهلي والاتفاق وتتجه طبعا الأنظار لأبرز مواجهات الجولة الأخيرة والحسمة من الدوري السعودي المحترفين واللي سيتم من خلالها معرفة بطل الدوري السعودي والهابوتين الاثنين برفقة فريق الحزم الذي تأكد هبوطه قبل عدة جولات وستكون العيون شخصة صوب دورة الملاعب ملعب ملك فهد طبعا حيث يجرى لقاء الهلال بنظير الفيصالي والذي سيتوج معه الفريق العاصمي باللقب في حال انتصاره باللقاء أو تعثره وعدم فوز الاتحاد وتعادله أو طبعا في حالة تعادله ومواجهته أمام الباطن في الوقت الذي سيحتشد فيه أنصار الاتحاد في ملعب الجوهرة المشاع من أجل مسندة فريقهم أمام الباطن على أمل تعثر الهلال ليتوج فريقهم طبعا باللقب بعد عدد كبير جدا من غياب لسنوات طويلة أخيرا من موقع اليوم السابع أمتيتي يقترب من الدوري الإطالي عبر بوابة فيورنتينا كشف التقارير صحفية إسبانية أن المدافع الفرنسي سامويل أمتيتي لعب برشلونة مستعد طبعا لمغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف طبعا لأن يسعى طبعا البرسا للتخلص منه رغم رفض يعني عدد كبير جدا من عروض الانتقالات الصيفية في الفترة الماضية ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية في أن فريق فيورنتينا الإطالي مستعد لتقديم عرض لطبعا يعني أمتيتي رغب برشلونة فيه رحيل أمتيتي قوية جدا خلال هذه الفترة ويمكنه منهم يعني يطلقوا صراحه بصفقة مجانية يعني حسب ما ذكر موقع اليوم السابع مع الالتزام بدفع جزء فقط من أجره ووفق النادي على تخفيض أجور اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في يناير كجزء من أعدة الهيكلة المالية للفريق الأول في كامت نو مع ذلك بعد ظهوره مرة واحدة فقط فيه الدوري الأسباني في 2021-2022 يبدو أن اللاعب طبعا البالغ من العمر 28 عام سيغادر الشهر المقبل يعني بحد أقصى ويتطلع نادي برشلونة طبعا ليه تخفيض يعني رواتب لعابي نادي برشلونة ده طبعا بسبب الأزمة الاقتصادية اللي ضربت نادي برشلونة لايمكن يعني خلاص اقتربت من عامين منذ بدء جائحة كورونا أو فيروس كورونا الحقيقة أن نادي برشلونة بيمر بفترة عصيبة جدا ويعني أزمة اقتصادية كبيرة جدا وده يعني السياسات الجديدة اللي وضعها لابورتا للتخلص من هذه الأزمة ورفع الإرادات أيضا وطبعا يعني حتى الآن بسبب هذه الأزمة الاقتصادية لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقات جديدة في المركاتو الصيفي الحالي طبعا دي كانت أبرز العنوين اللي كانت معينا النهاردة صباح اليوم الاثنين من داخل مقارة بوابا نيوز بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى شكرا